عواصف مطرية حزيرانية هو خبر يتقدم محافظة اللاذقية التي يستغرب أهلها هذه الهطولات الغزيرة والرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 120 كم على غير العادة في تمام الساعة 3 إلى 10 تماما هبت عاصفي فريدي من نوعا على المنطقة الساحلة وتركزت في منطقة محافظة اللاذقية وخاصة شريط الساحلة والأحياء ضمن مدينة اللاذقية الأضرار كانت عبارة عن ماديات في شهيد واحد كان على البحر وإصابة وحدة معظم الأضرار أشجار وأعمدي ولفتات أعمدة إعلانات على سيارات موطن العمل جاري على إزالة الأنقاض والأشجار والآسار العاصفي عن السيارات المتضررة ومساعدة المواطنين في المناطق البنكوبي العاصفة الرعدية أدت إلى وفاة صياد وغرق مركبه في موقع رئيس ابن هانئ في ريف اللاذقية في الوقت الذي غرق فيه زورق ثاني وأنقذ طاقمه وجنح آخر في منطقة القبو بريف جبلة إضافة إلى ما خلفته العاصفة من أضرار كبيرة في المنشآت العامة والخاصة والمرافق الأمر الذي استنفر الجهات المعنية التي نزلت بآلياتها وعمالها منذ ساعات الصباح الأولى لمعالجة الأمر الذي كلف المواطنين خسائر كبيرة نحن في منطقة المشروع السابع مبارح الساعة الثالثة فجرا هبت عاصفة شديدة وقدت إلى اقتلاع الأشجار وهي هون عمود الكهرباء قلب على المكتب هون ونكسر هذا القرميد ونكسر جسر تحته هون هناك الأعصار مبارح في الليل هزل لاتقي كلها منطرابي كل المحافظة ونحن عمناها شجرة هاي قلبت على عمود الكهرباء وعمود الكهرباء قلب على سور المكتب نحن في منطقة المشروع السابع ساعة حوالي ثلاثة ونص الصباح هوا قوي ورياح وأمطار شديدة أدت لأنه شجرة أكتريته هون تكسر نزل على السيارات هبت عاصفة قوية جدا لم تشهد لها محافظة اللاسقية مسيلة منذ عوام فاستيقظنا أي أنه ما في إمكاني أنه الثروج خارج المنزل عاصفة رعدية في غير موعدها زارة اللاذقية وحطت بثقالها ما حطت لتقول الطبيعة كلمتها هنا في هذه المحافظة التي كانت تبدأ موسمها السياحي من اللاذقية باسم عباس قناة سمى الفضائية